شهدت الأسواق العالمية وقاة عصيبة هذا الأسبوع لم تشهدها منذ عام 2008 حيث سجلت تراجعا حدا يوم الاثنين متأثرة بهبوط الأسهم الصينية بنسبة 9% إلا أنها عادت إلى التعافي يوم الثلاثاء بنسبة 2.7% وضعية زرعت حالة من الرعب في أوساط المستثمرين الذين كثفوا عمليات البيع للأسهم والسنادات الصينية ونظيراتها اليابانية ويقول هذا الخبر المالي هم يقومون بدعم سوق البورسة في شانغاي من خلال شراء أسهمها إلا أن بعض المشاكل الجوهرية لا تزال هنا وسأكون مفاجأ إن لم تعد من جديد في نهاية السنة السوق الأوروبي ما تزال تعيش على وقع هذه التقلبات حيث أنهت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملتها اليوم بين انخفاض وارتفاع بفعل ما يحدث في البرسة الصينية المستثمرون الذين فقدوا أموالا خلال هذه الفترة يحتاجون إلى مساعدة نفسية كبيرة يحتاجون إلى شخص يخفف عنهم ما حدث ليتجاوز خسرتهما يجب أن يبعث الأمل فيهما بالرغم من الساعات السوداء يبقى هناك أمل لنهايتي هذا النفق وقد تراجعت البرسة الصينية بـ 43% مقارنة بأعلى مستوى حققته في بداية العام الجاري وتراجعت الأسهم الأوروبية بـ 18% والأمريكية بـ 13% والأسترالية بـ 16% Anything good وقد تراجعت البرسة الصينية بـ 16% как والداء